ياهلا ومرحبا أعزائي المتابعين أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة اليوم رح نلقي نظرة على برنامج لوجيك حق الآيباد اي نعم لوجيك حق الآيباد شركة أبل توهم سوية أنونسمنت أنها رح تطلق نسخة من برنامج لوجيك على الآيباد مثل ما أنتم شايفين على الشاشة قدامكم لو لاحظتم أن الناس اللي على الإنترنت الناس وايد طلعت وستوانست وقالت أنها شيء روعة وخاصة صناع المحتوى اللي لهم علاقة في الموسيقى والإنتاج الموسيقى والبرودكشن وايد الناس طلعوا وكانوا مستنسين على هالخبر ولكن إذا تلاحظ أو تدقق شوية في الموضوع وتنظر للموضوع من وجهة نظر أخرى بتلاقي أن فيه أشياء وايد الناس ما قاعد تتكلم عنها شنو هذه الأشياء؟ أول شي طبعا أنت قاعد تتكلم عن نظام مختلف من النظام اللي موجود على الكمبيوتر طبعا على الكمبيوتر الستاب يكون مختلف الجهاز نفسه موصل بهارد درايف وموصل بكيبورد مثلا عشان تعزف عليه موصل بهاردوير فأول سؤال كان في بالي يوم شفت هاي الخبر هو أنت شلون رح تنقل كل هذه الأشياء على الآيباد لو أزيدكم من الشعر بيت أيضا رح تدفع عليه خمسة دولار في الشهر كاشتراك شهري أو تسعة وربيعين دولار في السنة فحتى لو كنت مشتري برنامج لوجيك على الدسكتوب هاي النسخة رح تدفع عليها بشكل منفصل طبعا من الأشياء اللي قالت عنها أبل هي أن أنت بتقدر تنقل الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الآيباد وباك ان فورث يعني الطريق يكون على اتجاهين من الجهاز وإلى الجهاز وهذا الشيء غير صحيح لأن إمكانية نقل الملفات رح تكون في اتجاه واحد فقط اللي هو من الكمبيوتر إلى الآيباد ما تكرر ترجع بعدين الملف نفسه من الآيباد إلى الكمبيوتر فهذه كانت نقطة جدا مهمة لازم كنت أذكرها لكم عساس أن أي أحد حاط في باله أنه هو يقدر ينقل الملفات بسهولة طول الوقت ما بين الجهازين هاي الشيء ما رح يصير والنقطة الثانية هي موضوع الـ VSTs الـ VSTs اللي رح تستخدمها عندك في الكمبيوتر حاليا طبعا ممكنها متوفرة على النسخة الموجودة على الآيباد فشلون رح تشتغل هذي الـ VSTs اللي عندك إذا أنت مشتري بلاجينز أو قاعد تستخدم بلاجينز معينة على اللوجيك اللي موجود في الديسكتوب شلون هاي البلاجينز رح تشتغل على النسخة اللي موجودة عندك في الآيباد والمشكلة أيضا يا جماعة أبل يستخدمون كلمات تخلي الواحد يحس أن هاي الشيء بيلبي لك كل الحاجته يعني قاعدين يستخدمون كلمات مثل professional وأن هاي الأشياء كلها pro ما أعتقد أنها هي pro لأنها طبعا رح يعتمد على نوعية الموسيقى أو العمل اللي تشتغل عليه فهل أنت مثل ما يقولون شخص casual musician يعني ما تستخدم الأشياء معقدة وايد مثلا في عملية الإنتاج هل تستخدم loops بشكل كبير فكل هذه الأشياء رح تحدد مدى إمكانية استخدامك أنت كproducer لهاي البرنامج على الآيباد ومثل ما تعرفون أيضا موضوع storage شلون هاي النسخة الموجودة على الآيباد رح تتعامل معه ال storage أو عملية التخزين هل رح تشبك external hard drive diamond في الآيباد لنتعرفون طبعا الموسيقى والملفات الصوتية تأخذ مساحة كبيرة فشلون هذا الشيء بيترجم في نسخة الآيباد أتوقع خلال الأشهر القادمة رح نكتشف مع بعض هاي الشيء شون بيكون والsound libraries اللي عندك إذا أنت عندك أشياء مستخدمها كsound libraries عندك samples معينة قعد تستخدمها شلون رح تنقل هاي samples إلى الآيباد يعني نفس السؤال المرة الثانية هل رح تشبك hard drive بالآيباد نفسه ولا شلون رح تصير الفكرة هل رح تنزلهم من الكلاود أو رح تشتغل عليهم من الكلاود كل هذه أسئلة رح نشوف أجوبتها خلال الفترة القادمة يعني أبل هنا يقولون لك أن النسخة اللي موجودة على الآيباد رح يكون فيها sound library تقرر أنك أنت تحصل instant access حق royalty free loops or samples or instruments by downloading free sound packs all inside the app and then طبعا ما يعتبرون free لأنك أنت قاعد تدفع حق البرنامج بشكل شهري ومو فاهم أنا أصلا ليش أبل قررت أن يكون فيه اشتراك شهري حق هاي النسخة ما تعلموا من اللي صار مع شركة ويفز قبل فترة بسيطة يوم شركة قررت أنها تروح full on subscription وما توفر البلغينز ما لهم بشكل منفصل تقري تشتريه الوضع مو نفس الشي 100% ولكن أعتقد أن أبل تقدر أنها تتوفر هذه النسخة بدون الاشتراك الشهري تخيل من خلال تقديم هذه البرنامج أو هذه الخدمة بشكل مجاني على الآيباد تخيل المبيعات اللي رح تزيد حق جهاز الآيباد لأنها هاي النسخة موجودة عليه وشنو عن الشركات اللي توفر بلغينز أو sample libraries على جهاز الديسكتوب فقط على النسخة اللي موجودة على الديسكتوب طبعا تعرفون أن برمجة هاي النوع من البرامج جدا مكلف والفريق اللي قاعد يسوي البلغينز اللي رح تشتغل على جهاز الديسكتوب مو هو فريق التطوير اللي رح يشتغل على نسخة الآيو اس هاي فريق عنده مهارات مختلفة وهاي فريق عنده مهارات مختلفة فهل معقولة أن الشركة رح توظف فريق تطوير متكامل فقط على أساس أنه هو يسوي نسخة حق الآيو اس من البلغينز اللي موجودة عندهم وهو على الديسكتوب هاي أيضا ما أتوقع أنه رح يصير بشكل سريع وأتوقع أن الشركات رح تكون جدا حذرة في هاي الخطوة في اعتقادي الشركات رح تنتظر فترة بسيطة عساس أنها تشوف مدى نجاح هذه النسخة الموجودة على الآيباد فبس حبيت اليوم يا شباب أني أشارككم هذا الخبر وحبيت أسمع رأيكم في قسم التعليقات هل إذا أنت مستخدم برنامج لوجيك برو وعندك آيباد هل تبي تستخدم لوجيك أيضا على الآيباد؟ هل في سبب يخليك تشتغل على هذه النسخة على الآيباد؟ أحب أسمع رأيكم في قسم التعليقات تحت وإذا حب أن تشتركوا في دورة الهندسة الصوتية المجانية رح أخلي أيضا رابط هذه الدورة في وصف هاي الفيديو إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تعطينا اللايك وتشترك في القناة وتشاركه مع جميع أصدقائك حول العالم عساس نقدر نوصل إلى أكبر مجموعة ممكنة من الناس يعطيكم العافية وأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة